بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الخامسة ناخد مثال 2 على انحرافات المواد إذا علمت أن احتياجات وحدة الانتاج معياريا من المواد المباشرة قد بلغت 4.5 كيلو جرام بسعر معياري للكيلو 2 ريال وفي نهاية العام تبين أن عدد الوحدات التي انتجت بالفعل 5000 وحدة وأن تكلفة المواد المباشرة الفعلية 50 ألف ريال والسعر الفعلي للكيلو 2.5 ريال المطلوب حساب الانحراف الإجمالي وتحليله ثنائي وثلاثي حل المثال زي ما تعودنا نعمل ملخص البيانات هنا البيانات الفعلية هنا البيانات المايرية 4 بيانات عايزين نحددهم الكمية الفعلية في المثال رقم 1 كانت معطى جهزة المراضي مش معطى كان بديني تكلفة المواد المباشرة الفعلية 50 ألف والسعر الفعلي للمادة الخام 2.5 يبقى لو أسمنا التكلفة الفعلية على السعر الفعلي يطلع الكمية الفعلية 20 ألف كيلو جرام والسعر الفعلي كان معطى بـ 2.5 وصدها البيانات المايرية الكمية المايرية بنحسبها بالقانون بتاع كمية معيارية للوحدة في الانتاج الفعلي دي كانت معطى 4.5 في 5000 انتاج فعلي بـ 22500 السعر المايري مباشرة 20 ألف في 2.5 دي الكمية في السعر الفعلية 22.5 في 2 دي الكمية المايرية في السعر المايري نصفها تطلع 5000 موجب يعني في غير صالح المنشأة ويحلل هذا الانحراف الثنائي الى حكتين انحراف كمية اللي هي سعر المايري يفتح قوص كمية فعلي ناقص كمية معيارية يبقى 2 يفتح قوص 20 ألف ناقص 22500 تطلع 5000 سالب يعني في صالح المنشأة رقم 2 انحراف السعر اللي هو كمية فعالية وليس معيارية عشان ناقص السعر معياري نعوض بالأرقام المعطى الأربع أرقام اللي عنده هما السحر نطبق بيهم في أي قانون عندي يبقى 20 ألف افتح قوص 22.2 تطلع 10.000 موجب موجب يعني في غير صالح نتأكد حالينا صح والغلط ازاي لو جمعنا الاثنين مع بعض مجموع انحراف الكمية زاد انحراف السعر لازم يديني الانحراف الإجمالي اللي كنا طلعناها نتأكد كده عند انحراف الكمية 5000 بالسالب وانحراف السعر 10.000 بالموجب لما يكون الإشارات مختلفة نطرح وناخد شرط الكبير الكبير هنا مين؟ 10.000 الموجب يبقى الفرق بين 10.000 وال5.000 يبقى الفرق 5000 وياخد شرط الموجب يبقى هو فعلا انحراف الإجمالي كان 5000 موجب التحليل السلاسي الانحراف الإجمالي نفسه مبتغيرش ال5000 الموجب في غير صالح ونحلله سلاسي انحراف الكمية كما هو طلع 5000 سالب انحراف السعر صافي احنا في السلاسي ادي اول معادلة ادي التانية انحراف صافي باختار او باخد الكمية المعارية وليس الفعالية نطبق تطلع 11.250 موجب يعني في غير صالح ثالث حاجة انحراف مختلط او مشترك اللي هو فرق الكمية وفرق الأسعار نعوض يطلع 1250 بالسالب طب نتأكد ان نحل صحة والغلط نجمع الثلاث مع بعض لازم مجموحهم يطلع لي 5000 موجب لازم اللي هو كان ايه؟ الانحراف الإجمالي الاجمالي طب تعالي نتأكد كده انا عندي اول واحد طلع خمس سالب بالسالب وثاني واحد 11250 بالموجب وثالث واحد 1250 بالسالب يبقى نجمع السوالب مع بعض يبقى السوالب مع بعض يبقى السوالب مع بعض ينجمعهم والمجموع تطرح منه اللي 11250 هتلاقي الموجب هو الاكبر يبقى الفرق يطلع 5000 موجب